وابل من الصواريخ الروسية أضاء ريلا كييف هجوم بالصواريخ والمسيرات استهدف العاصمة الأوكرانية ومدينة الفيف غرب البلاد وفق ما أفاد مسؤولون أوكرانيون فضل عن استهدفات شملت مناطق عديدة في عموم أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية أعلنت توجيه ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة وبطائرات مسيرة إلى منشآت للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومراكز لتجميع القوارب المسيرة في أوكرانيا وأضافت أنه نتيجة للضربة أصبح عمل المؤسسات الصناعية المسؤولة عن إنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة مرتبكا كما جرى تدمير معدات عسكرية وأسلحة أجنبية الصنع نقلتها دول حلف الناتو إلى كييف في المقابل أعلن الجيش الأوكراني قصف سيفستوبول في شبه جزيرة الكورم فضلاً أهداف روسية في البحر الأسود كما قالت بولندا أن أحد الصواريخ الروسية قد اخترق مجالها الجوي التصعيد المتسارع مرشح للتأجيج ولسيما أنه يأتي غداة هجوم كروكوس الإرهابي هجوم تستمر موسكو في الكشف عن ارتباطات منفذيه بكييف وقد أعلنت صراحة أنه حتى انتهاء التحقيقات فإن أي تبرير من واشنطن لأعمال كييف يجب احتسابه دليل إدانة دامغاً هجوم كروكوس قد ينعكس تحفيزاً لدى الجيش الروسي من زاوية تعرض البلاد لهجوم خطر وبداع الدفاع عن النفس يقول مراقبون خصوصاً أن الكريملين أعلن أن مبدأ عملية خاصة تحول فعلياً إلى حرب في ظل الإنغيماس الكامل للأطلسي في أوكرانيا واستطراضاً فأن روسيا قد تعمق بفرض موازين القوى في الميدان الأوكراني لمصلحتها ولا سيما في ظل سعي واشنطن إلى فرض معادلات أخرى حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ما قد يفيد الرئيس جو بايدن في السباق نحو البيت الأبيض أحمد محي الدين الميادين